السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا في هذا اللقاء من شابتر 6 6.6 وزن وكتابة المعادلات الكيميائي نحن نستخدم الرموز في التعبير عن التفاعل الكيميائي بدل من الكلمات أمثل على ذلك لما نتفاعل الكالسيوم صالفايد تبدأ كالسيوم أكسايد وكالسيوم صالفايد الكالسيوم صالفايد طبعا نحن بدأنا بالكالسيوم الذي تلفظه في المعادلة ستيجي تكتبه في البداية إذن أنا لفظت كالسيوم سأكتب C-A صالفايد سأكتب S plus water H2O gives كالسيوم أكسايد كالسيوم أكسايد إذن كتبت الكالسيوم في الأول وبعدين الأكسجين الثانية plus H2S hydrogen sulfايد الآن إحنا كتبنا معادلة كيميائية الآن وفي الطرف الأيمن سأسميها لبرودكتس إذن الطرف الأيصى سأسميها الرياكتنس والطرف الأيمن سأسميه لبرودكتس إذن بنقول الرياكتن is starting material in a chemical reaction that undergoes a change in the chemical reaction اللي هي المادة الابتدائية في التفاعل الكيميائي اللي بتخضع للتغير أثناء التفاعل الكيميائي هذا يسميها المتفاعلات لبرودكتس is a substance produced as a result of the chemical reaction إذن الناتج هو عبارة عن المادة الناتجة من التفاعل الكيميائي نشوف الآن نتكلم conventions used in written chemical equations بلنا نشوف إيش القوانين أو القواعد اللي إحنا على أساسها ممكن نكتب التفاعل الكيميائي في عندي أربعة من هذه المفاهيم أو القواعد أول حاجة بنقول the correct formulas الصيغة أو الصيغة الصحيحة of the reactants are always written in the left side of the equation دائما دائما المتفاعلات بنكتبها في الجهة أو في الجانب الأيصر the correct formulas of the products بنكتبها are always written to the right side of the equation the reactants and the products are separated by any arrow يعني تفصل بواسطة اللي هو السهم يشير towards those products يشير إلى النواتج this arrow means to produce يعني هذا يعني النواتج for rules signs are used to separate different reactants or different products and then plus plus signs يعني الإشارة الموجبة هنا وهي بتفصل بين different reactants or different products a valid chemical equation must satisfy two conditions لاحظ أنه حتى أن يكون في عندنا مفاعة معادلة كيميائية متاحة يعني أي ممكن كتبتها it must be consistent consistent with experimental facts الآن 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 مثلا العناصر في عناصر منها mono atomic مثل مثل الهيليوم النيون الارغون الكريبتون الزينون وهذه كلها عناصر noble gases هذا العناصر كلها عناصر noble gases وفي ضاي atomic يعني ثنائية الظرة زي العناصر اللافلزية الموجودة في الجدول الدوري وهذه كلها عناصر لافلزية H2O2N2 F2CL2 BR2 هذه كلها vapor عبارة عن غازات يعني أو أبخرة والI2 في الحالة البخارية بتاعته تطرأ atomic في رباع الذرة جزئات رباعية الذرة زي B4 vapor والارزين 4 برضو يكون vapor إذن إذن لازم تفرق بين المونو atomic اللي ممكن تيجي في التفاعل إذن لمن أنت تيجي تكتب الهيليم هتيجي تكتب HE لكن ليس HE2 لكن لو أنت تكتب الضي atomic زي العناصر أو زي العناصر اللافلزية وهي غبارة عن غازات وتكون موجودة في الطبيعة في صورة جزائية يعني H2 ما بتكتب H لحالة في التفاعل تكتب H2 O2 N2 وهكذا التطرا atomic تكتب B4 AS4 وهكذا موجودة موليكرا الفورميولا دونيتين دفورم انويتش دي اكشوالي اكير ان نيتشار دفورو مونو اتوميك ان تترا اتوميك اليمينس غازز ار نون اذا هذي كلها عبارة عن غازات موجودة في الطبيعة وهي من عناصر الجدول الدوري سواء كان في الصورة وحادية الظرة او ثنائية الظرة او ربعية الظرة الشيء الثاني there must be the same number of atoms of each kind on both sides of the chemical equation اذا لازم يكون على طرفي المعادلة الكيميائية لازم يكون نفس عدد الظرات من كل نوع من الظرات في الطرفين هذا الكلام بنسمي البالانس chemical equation is a chemical equation that has the same number of atoms of each element involved in the reaction on each side of the equation اذا هنا لازم في المعادلة الكيميائية الموزونة انه كون هذه المعادلة تحتوي على نفس عدد الظرات من كل عنصر المتضمن في التفاعل الكيميائي على كلا الجانبين للمعادلة المعادلة الكيميائية الان هنشوف الخطوط الاساسية لعملية الوزن الكيميائي لسفور بلانسين كيميكال equations طبعا عشان نعرف الكيميكال equation بنا نعرف حاجة اسمها an equation coefficient اللي هو العامل بتاع المعادلة اللي هو عبارة عن النمبر that is placed to the left of a chemical formula in a chemical equation it changes a count but not the identity of the substance in the notation 2 H2O the two on the left is coefficient يعني هذا الرقم يعتبر coefficient هذا الرقم coefficient اللي موجود باللون الأحمر بنلاقي هذا ال coefficient اللي هو العامل بتاع العنصر أو المركب الموجود في التفاعل الكيميائي هذا الأربعة أو الثلاثة أو الثلاثة أو الثلاثة هذول عبارة عن عدد الملات أو عدد الجزيئات يوجد على اللفت للمركب على الجانب الأيصر من المركب أو الجزيئ على الجانب الأيصر الثلاثة باللون يقول لنا أن 4 NH3 موليكول يعني فيه عند أربعة جزيئات من NH3 عند 3 موليكول من O2 2 موليكول من N2 6 موليكول من H2O و و و و و و و و 1 لأي معادلة زي هنا لا يكتب لما يكون في واحد خلاص هو مفهوم تلقائيا إذن لا يكتب لكن نحن نكتب الأعداد أكثر من واحد إذن 2 كو افش الاثنين هنا اللي مبين H2O H2O هذا نسميها السبسكريبت 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 إذن الكو إفشيانز بتعني العدد لكل من الهيدروجين والأكسوجين تأثر على الواث أكسوجين والهيدروجين أما السبسكريبت بتأفكت only هيدروجين هذا الهيدروجين لحاله زي مثلا هنا لأكسوجين هانا للأكسوجين هاذي للصوديوم فقط وكهكته الآن بنا نشوف the preceding notation denotes two molecules H2O two molecules هيا من H2O it also denotes the total of four H يعني two times two four hydrogen and two times one two oxygen two oxygen as example برضو هنا هقول انه المعادلة الموجودة عندي امامي في هذا المعادلة هذه unbalanced equation عايزين احنا نوزن هذه المعادلة نشوف كيف الوزن step one اول خطوة في عملية الوزن examine the equation and pick one element to balance first يعني اول حاجة بدك تمتحن المعادلة وتلقط منها العنصر الاول اللي احنا بدنا يعني اول عنصر من في هذولة اللي احنا هنبدأ به عشان نوزن طبعا اول عنصر بدك تبدأ به عشان توزنه بدك تشوف جميع المركبات الموجودة عندك الان كل مركب بدك تشوف عدد الضرات فيها هنا فيه 1 حديد واثنين يود اذا ثلاثة هنا فيه اثنين من الكلور هنا فيه واحد وثلاثة فيه اربعة هنا فيه اثنين اذا احنا بدنا نوخذ اول شيء اكثر عدد الضرات مين اكثر عدد الضرات اللي هو الف اي سي ال ثري هذا هو اكبر عدد الضرات اذا من عنده بدنا نوزن بدنا بعد ما نوخذ المركب اللي فيه اكبر عدد من الضرات هنيجي نشوف نفس المركب ايش عدد الضرات المتكررة اكثر بين العناصر نفسها هنلاقي السي ال هو اكثر العناصر هو اكثر تكررا في المركب نفسه بعد ما اختار المركب الكل من المعادلة هنختار اكثر عنصر مترد او له عداد من نفس المركب هذي اول خطوة ال اذا الان في اول خطوة بدنا نشوف قديش عندي انا اللي هو ال الكلور هنا في عندي تلاتة لكن عندي الكلور هنا في اتنين اذا في عندي تلاتة وفي عندي اتنين اذا القاسم المشترك ما بينهم عشان يصير هذا متساوي مع عدد الكلور اللي هن بدي اقول اتنين وهذا طبعا مبدئيا ممكن اغير وممكن اخليه اذا اتنين في تلاتة معناه في ستة من الكلور وهن تلاتة في اتنين معناه في ستة ايضا من الكلور اذا تلاتة في اتنين بساوي ستة الكلور في كلا الطرفين طيب الحديد اللي هن اتغير كان في الاول واحد لكن لما ضربنا في اتنين صار في اتنين من الحديد صار في عندي اتنين من الحديد اذا الان لما نيجي نشوف كل الكلور هنا والكلور هنا متساويين طيب للحديد هنا اتنين لكن الحديد هنا قديش هنا واحد اذا نيجي نضرب الحديد هنا في اتنين زي ما هو موجود في هذه المعادلة اذا العنصر الثاني في العملية اذا اول عنصر في العملية هو من الكلور كان متكرر اكثر شيء وهين وزلنا وخلينا تساوي في ناحيتين العنصر الثاني اللي هو الحديد لانه اجى تلقائيا ضمن المركب اذا اتنين في واحد ب اتنين هنا في كديش في واحد اذا اضرب في اتنين اذا صار اتنين اذا الان لما صار اتنين هذا صار اتنين لكن النقطة اللي بعده بدنا نشوف الاتنين اللي هنا اصبع عندي اتنين حديد واتنين واتنين حديد واتنين في المقابل صار اتنين في اتنين باربعة من اليود لكن هنا اليود ايش اتنين اذا اريد اروح انا اضرب هنا في اتنين عشان اصير اربعة وهذا هو اللي موجود عندنا اتنين في اتنين باربعة لو نظرت للمعادلة ستلاقي المعادلة موزونة اذا العنصر الثالث في عملية الوزن اجا الايودين اذا حضروا الايودين هنا اذا المعادلة اصبع تيك موزونة تعال نشوف الخطوة الرابعة بنا نحسب هم بعد ما عملنا الوزن نحسب كل ضرة اول حاجة الحديد الحديد اتنين في واحد باتنين طب الرايت صايد بق اتنين في واحد باتنين نيجي اليود اتنين في اتنين باربعة وهنا اتنين في اتنين برضو اربعة لكلور تلاتة في اتنين بستة وهنا اتنين في تلاتة بستة اذا اصبح العناصر ضرات العناصر الموجودة في الطرف الايصر يساوي نفس ضرات العناصر الموجودة في الطرف الايمن وبالتالي اصبحت المعادلة هيك موزونة تعالوا ناخد مثال اخر على الوزن بقول لي balance the following chemical equation بدنا نوزن chemical equation الموجودة هنا طبعا اطلع كويس وشوف انه من اي المركب من المركبات الاربعة هذول سواء بطرف البرودكس او الرياكتنس مين فيهم اكبر عدد ضرات من اللي هو ضرات كل عنصر طبعا هنا اثنين وستة تمانية واحد تسعة هنا فيه اثنين هنا فيه تلاتة هنا فيه تلاتة اذا اكبر واحد اللي هو الاول هذا فيه اكبر عدد من عناصر هذه اول نقطة بعدين نفسه بتنظر من مكرر اكتر في نفس الآيش المركب بالتأكد من النظر نوزن نوزن. عند الهيدروجين بدنا نبدأ نوزن. إذن في عندي أنا 6 هيدروجين هنا وفي عندي هنا قديش? في عندي 2 هيدروجين. عشان يسيره 6 إذن بتضرب في 3. إذن هذا ضربنا في 3 هيدروجين ضربنا في 3 الهيدروجين صار في 6 هيدروجين وصار في 6 هيدروجين النقطة الثانية بنأتي ل هذا أول بكد أخذنا الان حيكون عندي نيجي نشوف الاكسوجين الاكسوجين هنا قديش الاكسوجين هلاحظ انه الاكسوجين بالساوي 3 في 1 ابتلاتة وفي عندك هنا اثنين صار عندك خمسة اكسوجين طب نيجي الاكسوجين الان في الطرفين طبعا لازم تحسب الاكسوجين في الطرفين كل طرف العدد لحاله اذا هنا عدد الاكسوجين في الطرف هذا كله بالساوي 3 في 1 زائد 2 من 5 هنا في الطرف الايصر هنلاقي في 1 اكسوجين و2 هاي في 3 اكسوجين اذا انا الان بدي حاول اني اضبط اللي هو عدد الاكسوجين الموجود لو جيت ضربة هادي في 2 هاي هان لو جيت ضربة في 2 اتنين اتنين في 2 اكسوجين 2 في 2 اكسوجين هاي 4 اكسوجين 4 اكسوجين وعندي 3 في 1 في 3 هاي 7 اكسوجين 7 اكسوجين لكن هنا في عندي 2 اكسوجين اكسوجين 1 اكسوجين اذا عشان يسير السبعة ممكن اضرب هذا في 3 اذا صار في عندي 3 في 2 بستة وواحد سبعة وهنا 2 في 2 باربعة و3 في 1 ب3 هاي صار وسبعة اذا اصبح الاكسوجين عندي موزون طب اجل الكربون الكربون في عندي 2 كربون في عندي قديش 2 كربون وهنا في عندي قديش 2 كربون اذا اصبحت المعادلة هيك موزون اذا اكتب المعادلة الفاينل شك C 2 H6 O plus 3 O 2 gives 2 CO2 plus 3 H2 O اصبحت هيك المعادلة موزون اي ان جميع الضرات اللي في الطرف الايمن يستوي مجموع الضرات كل عنصر الموجود في الطرف الايسر وهكذا ممكن اي معادلة نكتبها بهذه الطريقة طبعا ممكن الCOEfficient هذا لازم نحصل على smallest set of the whole numbers ذات will balance the equation يعني مثلا لو اخدت المعادلة هاد هتلاقي 8 في 2 في 16 هيدروجين وهنا 8 في 2 في 16 هيدروجين 4 في 2 في 8 وال8 في 1 في 8 اذا هيك الهيدروجين موزون والاكسجين موزون اذا المعادلة كلها موزونة طيب تمام طب تعال نشوف المعادلة نفسها لكن احنا ضربنا 4 في 2 بال8 وهنا 4 في 2 بال8 و4 في 1 اكسجين 4 اكسجين 2 في 2 ب4 اكسجين اذا النفس العملي برضو موزونة طب نيجي لهنا 2 في 2 ب4 هيدروجين 2 في 2 ب4 هيدروجين عندي هنا اكسجين 2 في 1 و2 وعندي هنا اكسجين اذا برضو هاد المعادلة موزونة لازم يكون smallest set of whole number يعني بده يكون اصغر رقم صحيح موجود عندي في المعادلة اذا هذا قابل للقسم عشان يصل الى اصغر رقم صحيح لانه لو قسمنا على 2 حيطلع 2 و2 على 2 حيطلع 1 و4 على 2 حيطلع في 2 طب نفس العملية هذا برضو نفس العملية لو انا بدي اقسم على 4 اذا اذا على 2 فيها 4 او اقسم مثلا على 4 لانه هنا الحد الاصغر انه هو 4 يعني 4 على 4 بيسو 1 وال8 على 4 بيساوي 2 وال8 على 4 بيساوي 2 اذا معنى ذلك صارت نسب المعادلة 2 الى 1 الى 2 هذول لا يقبل القسمة بعد ذلك على شيء اذا هذا المعادلة الى المعادلة اصغر رقم صحيح بعد هيك لا يقبل القسمة على شيء اذا المعادلة هذا لو قسمنا على 2 هتكسم 4 2 2 2 2 1 4 2 2 2 ايها نفس المعادلة هانا هتكسم على 4 8 4 2 4 4 4 1 8 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 بعد ذلك على اي رقم لا يقبل قسمة بعد ذلك على اي رقم ناخد مثال اخر مثال اخر في الوزن طبعا لما ناخد مثال لازم نحط كمان حالة كل مركب من المركبات او عنصر من العناصر يعني لو كان صلد بده حط له اس في المعادلة لو كان liquid بده حطه l في المعادلة لو كان gas بده حط له g في المعادلة ولو كان محلول مائي بده اكتبه aq اي 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 اذا انا نيجي للمعادلة هذه معادلة موزونة لكن هكتب عند كل مركب منها الحالة الستيت بتاعته الفيزيكل استيت بتاعته لما نجي اطلع الفيزيكل استيت بتاعت او الوجه الكامل هيها موزونة بعدين الحالات بتاعت كل مادة موجودة سواء كانت صلد او liquid او gas هاد التلاتة حالات المسموح فيها اليوم اذا انا اكتب اي اكتب اي اكتب gas صلد liquid اذا انا صنفت الحالي لكل مركب الام اتكلم عن chemical equations and the mole concept المعادلة الكميائية مع المول المعادلة الكميائية والمول الكون اي انا قلت عنه الان in a chemical equation give numerical relationships among formula units consumed or produced in a chemical reaction يعني هذا الكون coefficient وهذا اللي احنا سميناها الكون efficient وهذا سميناها الكون efficient اللي على lift بتاع المركب هذه الكون efficient في المعادلة الموزونة بتعطي علاقة عددية بين الفورميولا units consumed or produced in a chemical equation يعني اللي ممكن تستنفذ واللي ممكن يتم عملية اعادتها من جديدة اذا عشان هيك احنا لازم نكتب interpreted at the microscope level the chemical equation اذا صار في عند هنا N2 3 H2 gives 2 NH 3 NH 3 طبعا هذه المعادلة الان اصبحت معادلة موزونة وال coefficient the coefficient in a balanced chemical equation gives the next molar ratio between substances طيب الان حنيجي نشوف المعادلة N2 plus 3 H2 gives 2 NH 3 the coefficients in a balanced chemical equation give the fixed molar ratios between substances consumed or produced in chemical ratio 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 مع الأكسجين العلاقة في المعادلة اللي هان أربعة مول حديد إلى اثنين مول من أكسيد الحديدي أو اثنين مول من أكسيد الحديدي إلى أربعة مول من الحديد وهذا اسمه الكونفيرشن فاكتور خلينا الآن نشوف الحسابات الكيميائية باستخدام المعادلات الكيميائية حسابات الكيميائية باستخدام المعادلات الكيميائية نفس اللي احنا عملنا في المعادلات السابقة واخدنا خارطة الطريق برضو بدنا نعمل خارطة الطريق اللي هو الرود ماب للمركبات المركبات اذا سأقول هنا البرتكالز اف ايه بتحول إلى المولز اف ايه او برجع مرة تانية بتحول بنفس الطريقة الامونيا نفس الطريقة نفس الطريقة برضو هتكون او المولز نفس الطريقة لكن اذا بحول الى مولز والعكس باستخدم افوغادروز نمبر بس مول الى مول باستخدم الكويشن كويفشن طبعا السجنة لاعرف مين هو الكويفشن وقلنا كل الارقام اللي اتحت على يمين العنصر الاسفل يمين العنصر يكون هي الكويفشن وهنا العلاقة بين المول والبرتكالز في حالة البي هادي العلاقة بين المولر مازلز بين البي والبي او بين الا و اه ها طبعا خلينا نشوف الان المثال المثال هذا مهم جدا عشان نعرف كيف نحل هذه المعادلات اول حاجة the human body converts the gelucose وعطاني الجلوكوز اللي بساوي اللي هو C6H12O6 هذا الصيغة الجزيئية بتاعت الجلوكوز contained in foods to carbon dioxide اذا لما تحترق ستعطيني carbon dioxide وحسب المعادلة اللي موجودة اذا الجلوكوز بيحترق بواسطة الاكسجين وبيعطيني carbon dioxide وبيعطيني water المعادلة هكذا هو ايش وزن طيب نتأكد ان الوزن مزبوط ولا بش مزبوط هنا قديش 6 carbon هنا في 6 carbon في عندي 6 ب6 ب36 ايش 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 و 6 في 2 بـ 12 و 6 18 هاي اكسجين وهنا عندي 6 في 2 بـ 12 و 6 في 1 بـ 6 هاي 18 اكسجين اي برضو موزن نجي لها هيدروجين 6 في 2 بـ 12 هيدروجين وهنا في 12 هيدروجين اذا هاد المعادلة اتأكدنا انها معادلة موزونة اذا دائما انت حتى وهي موزونة انت تأكد انه هي موزونة لحسن يكون في يعني اشكالية في الوزن لازم انت تعمله عملية تكون فير اه الان هني جاي نحل المسألة اول خطوة من القطوات انه هنا البيرسون هذا اكل كاندي بار كاكي بيهتوى على اربعتاشر واثنين من عشرة اجرام من الجولوكوز ولك ها ومان اجرام اوف ووتر اذا هو عايز عدد اجرام الووتر اللي بدها تتكون من اللي هو هضم الجولوكوز باعتبار انه الجولوكوز كله حصل لعملية ال التفاعل كله خضاع لعملية التفاعل اذا قديش عدد جرامات المادة اللي تناولها البيرسون هذا الشخص هذا اربعة عشر واثنين من عشر جرام من الجولوكوز طيب المطلوب هو قديش جزيئات الماء اللي بدها تطلع قديش جزيئات الماء هو احنا عارفين انه اكل من الجولوكوز هنا اربعة عشر واثنين من عشر جرام قديش هيطلع عندي من الماء عدد جرامات الماء اذا هو هنا اعطاني جرام من المادة وقال اللي بدي يحصل على برضو اجرامات اذا عشان هيك احنا نمشي في خارط طريق على طول نقول اجرام اف اي بعطين مولز اف اي بعطين مولز للبي بعطين اجرام للبي اذا هو الخارطة الطريق هي عبارة عن الخط المستقيم لهذه الخارطة طبعا اجرام لمول هستخدم لانه هنا ماس استخدم مولر ماس المول لمول الكيميكال اكويشن كويفيشن المول لمول 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 لها جرام برضو استخدم المولر ماس المولر ماس الان اجي اطبق وعوض في كل حد من هذه الحدود الموجودة اجي اقول اربعة عشر واثنين من عشر جرام من الجولو كوز المولر ماس قديش كل واحد مول من الجولو كوز يعطيني مية وثمانين وثمانتاش وثمان عشر جرام جولو كوز كل واحد مول يعطيني هذا الجولو كوز من وين اجل مية وثمانين طبعا ستة في اطناش زايد اطناش في واحد زايد ستة في اه ستاش اعطاني اذا عدد القرمات عدد القرامات الموجودة في واحد مول من جولوكوز طيب او نسبة السبسكريبت بين الاي والبي بتسوي قديش بين الاي والبي يعني هذا تفاعل مع هذا عشان ينتج القيم هذه بنسبة قديش بنسبة ستة الى واحد بنسبة ستة الى واحد زي ما انت شايف اذا ستة مولز من الووتر اللي هو المطلوب عندي من وين نتج هو من واحد مول من الجولوكوز اذا ستة على واحد هذا اسمه المول كو افشن ضرب عشان احول من مول بي الى جرام بي معناه بدي اضرب في اللي هو الهو المطلوب اللي هو كان عندي عبارة عن المطلوب بالساوي 18.2 من 100 جرام من الماء على واحد مول من الماء بعدين بتيجي بتقتصر الوحدات مع بعض سما انت شايف وضل عندي النت التمره وضل The active ingredient in many commercial anti-acids is magnesium hidroxide مغنيسيوم هيدروكسايد. هذه المادة اللي انت طبعا بتاخدها لما يكون عندك حموضة. which reacts with the stomach acid. اللي هو ال HCL موجود في المعدة اللي بيعمل الحموضة. لم ينتج عندك مغنيسيوم كلورايد. عشان تعمل المعادلة. المعادلة هاي وكتب اللي اياها مغنيسيوم هيدروكسايد بلس 2HCL بيعطيني مغنيسيوم كلورايد بلس H2O. طبعا تعال اوزن المعادلة عشان تتأكد تعمل المعادلة حتى وهي موزونة. اه المغنيسيوم واحد المغنيسيوم واحد الاكسوجين او مجموعة الهيدروكسيد اكسوجين مجموعة الهيدروكسيد اتنين في واحد باتنين وهنا اتنين في واحد اتنين اوكسوجين. نيجي للهيدروجين اتنين في واحد باتنين. واتنين هنا في واحد اتنين اربع هيدروجين اذا اتنين في اتنين اربع هيدروجين واتنين في واحد اكلور هي اتنين اكلور سي اللي تولي. اذا المعادلة فعلا موزونة اتأكدنا انها موزونة. طيب في المعادلة كان المطلوب ايش? والمعادلة مطلوب هاو ماني جرامز اذا هو عايز ماس من المغنيز سمها دروكسايد اللي ممكن نحتاجها للتفاعل مع زيرو بونت ثري زيرو اجرام من الاتش سيل من الاتش سيل اذا قديش عدد جرامات المغنيز سمها هايدروكسايد اللي منحتاجها عشان تتفاعل مع تلاتين من مية جرام من الاتش سيل هادي طبعا حنيجي نحسبها نقول ايش لو كان عندي انا تلاتين من مية جرام اش سيل يا ترح تعطيني قديش ما غني نسمها هايدروكسايد اذا حنتبع برضو خارطة الطريق اه خارطة الطريق هانا اجرام وهانا اجرام اذا لازم نكون الطرفين اجرام اجرام اذا اجرام اوف ايه المادة الاصلية اللي انا بتعامل معها عشان احولها لمولز للايه يعطيني مول ماز مولر ماز ونفس العمل يقولن المول للمول اكويشن كوفيشنس ومن اه مول بي الاغرام مي اه بعد هيكد هنيجي نعمل عملية التعويض مباشرة زي ما عملنا في كل معادلة ونطلع في النهاية قديش المغنيس هايدروكسايد قديش الوزن بتاعه طبعا لازم انت ايوان نكون عندك يعني ملاحظات دايما على السيجنيفكنت في جرز اللي احنا بنحصل عليها يعني هنا حصلنا على اثنين تو سيجنيفكنت في جرز لانو على اقل شيء هنا كان اثنيا سيجنيفكنت في جرز نجي نأخذ المثال اخر يعني في السيارات بتكون في الشنطة هواية اوتوماتيك هذا بتشتغل موجود في تصادم لا سمح الله بتلاقي هذا بتشتغل على السريع اللي هي الوسادة الهوائية زي ما انت شايف هذا الوسادة الهوائية نعمل باشر عليها قاعد هذا الوسادة الهوائية نهان موجود فيها صوديم ايزايد الصوديم ايزايد هذا مباشرة لو حصل في اي تصادم على طول بتفكك سريع التفكك وبيعطينا صوديم وهو مادة صلبة وبيعطينا النيتروجين النيتروجين هذا البن فوق الوسادة الهوائية عشان يقلل من قوة التصادم المعادلة زي ما انت شايف برضو نشوفها معادلة موزونة ولا لا اثنين صوديم هنا اثنين صوديم اثنين ثلاثة ستة نيتروجين وهنا ستة نيتروجين اذا معادلة هيكد موزونة الان هو بقول لي الزي ما انتو سو جينريتد انفلات دا اير باك هاو ماني مولز اف صوديم ايزايد اذا احسب عدد مولات ازيدات الصوديم ود هاف تو دي كومبوزز ان او اردر تنجانريت تو هندرد اندففت ثري ميليان موليكولز اوف نيتروجين اذا وكأنه هو هنا بيقول لي يديش احسب عدد المولات احسب عدد المولات من الصوديم ايزايد فيما لو اتكسرت هتعطيني متين وثلاثة وخمسين مليون جزء من النيتروجين اذا هنا البارتكلز هذه هي البارتكلز وهنا المولز اذا بدك تحول من بارتكلز لمولز اذا بدك تستخدم اللي هو جزء من خارطة الطريق الرود ماب اذا بدأنا بالبارتكلز اذا والمطلوب عندي المول اذا لازم يكون المول في النهاية العدد المولات او من المولز من الصوديم ايزايد من هذا الصوديم ايزايد 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 ايزايدات الصوديم اذا البارتكلز عشان تتحول الى مولز استخدمنا افوغادروز نمبر ومن مولز لمولز استخدمنا الايكويشن كو ايفيشن انا عندي الان اللي هو اه حولتها لسينتفك نوتاشن اللي هي محولة وجاهزة 2.53 x 8 موليكولز من الانتو اللي هو تولد نتيجة ايش التصادم اه عفوا ان الانتو تولد نتيجة ايش التصادم اذا هنا عددهم العدد نتيجة ايش نتيجة ايش نتيجة ايش نتيجة ايش هي اقرأة 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 الانتو اقرأة ايش تفاعلات ما بين الصوديوم الزايد وما بين النيتروجين نسبة اثنين الى ثلاثة. نسبة اثنين الى ثلاثة. لكن مين هو المطلوب? المطلوب how many moles للصوديوم الزايد? الصوديوم الزايد. اذا الصوديوم الزايد الآن موجود منه ثلاثة مول الى اثنين مول من النيتروجين. طبعا هشوف هذه الصحيحة واللبر الصحيحة. فانا عندي كم مول من الصوديوم الزايد? كم مول من الصوديوم الزايد? في عندي هنا اثنين مول من الصوديوم الزايد فعلا الى ثلاثة مول من النيتروجين وهذا الكلام صحيح. اذا نتفاعل نسبة اثنين الى ثلاثة. هاي اثنين الى ثلاثة. وبالتالي بعمل عملية الاختصار للوحدات. بيضل عندي اللي هو الصوديوم الزايد. يساوي اثنين الى ثلاثة مول من الصوديوم الزايد. وبهذا القدر نكتفي. ويولا هنا ننتهي من الشبطر السادس. وان شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم في الشبطر السابع.